السلام عليكم ما ذكر صفة الخشية من العبد فهل في ذلك فائدة وعدم تقنية العباد من رحمة الله ما فهمت السؤال ما فهمت السؤال من خشية الرحمن بالغيب نحن فسرناها خشية الرحمن أي خافه بالغيب أي في حال غيبته عن الناس وانفراده بحيث لا يراه واحد يستوي عنده السل والجهل لخشية الله سبحانه وتعالى هذه صفات للعبد صفات للعبد العبد هو الذي يخشى يخشى الله عز وجل في كل حال نعم ترجمة نانسي قنقر